العراق محل نزاع على النفوذ بين واشنطن وطهران هي صورة رسمتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية لقصت فيها حال العراق السياسي الواقع بين فكي نفوذ إيراني وأمريكي فالولايات المتحدة وإيران تتسابقان منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أيار الماضي لضمان تشكيل حكومة موالية تضمن للطرفين استمرار ما حققاه من مكاسب سياسية واقتصادية على مدار السنوات السابقة السياسيون في العراق ما زالوا يتصارعون حول تشكيل اتلاف حاكم يضمن مصالح الطرف الأقوى أولا ومصالح كتلهم السياسية ثانيا وفي خضم هذا الصراع يواصل المسؤولون الإيرانيون والأمريكيون زياراتهم المكوكية إلى بغداد فيما يشبه إثبات الوجود على الساحة مبعوث ترامب إلى التحالف الدولي بريت ماكورك يسعى لوضع النقاط على الحروف في ملف تشكيل الحكومة المقبلة حيث تحدثت مصادر صحفية عن زيارة له إلى بغداد للقاء قادة أحزاب سياسية وعلى رأسهم العبادي زيارة ماكورك سبقتها زيارة لوفد إيراني ضم شخصيات متنفدة أبرزها القيادي في فيلق القدس كريم رضائي وبحضور إيرج مجدي سفير إيران في العراق وذلك لبحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة وفقا لصحيفة الحياة اللندنية حكومة اتلافية تبقي على المحاصصة الطائفية تريدها واشنطن بزعم تمكين مشاركة الجميع وأخرى ذات أغلبية سياسية موالية بالكامل تريدها طهران وما بين الاثنين يقف العبادي في موقف لا يحسد عليه فهو يتأرجح ما بين واشنطن المسيطرة على نفط العراق ومقدراته وإيران صاحبة النفوذ السياسي والعسكري الواسع وما تصريحات العبادي المتناقضة بشأن التزام حكومته بالعقوبات الأمريكية على إيران إلا دليل على ذلك التأرجح أهمية كسب معركة النفوذ تحدث عنها مركز الدراسات الدبلوماسية الإيرانية حيث أكد على ضرورة زيادة نفوذ إيران السياسي في العراق للتأثير على أي قرار يضمن مصالح طهران في المستقبل اشتركوا في القناة